مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب من الحقائق اللاهوتية المهمة التي يؤكدها الكتاب المقدس بعهديه العهد القديم والعهد الجديد عن شخص المسيح أنه كلمة الله الأزلي نعم المسيح أزلي موجود قبل الزمان موجود قبل الخليئة وواحد وواحد من أهم النصوص التي تؤكد هذه الحقيقة عن شخص المسيح هو يحنى واحد واحد بل إذا حبيت أحطها بأكثر وضوحة نقول يحنى واحد من عدد واحد إلى عدد 18 إلا أن هذا النص يكرهه كل من ينكر لهوت المسيح ويحاول أن يطعن في مصدقيته بطرق مختلفة وعش كده حلقة اليوم هي بعنوان في البدء كان الكلمة ما معنى المسيح كلمة الله يمكن هاخد حلقتين عن هذا الموضوع حلقة هذا الإسبوع وإنتأن الرب في مجيئه وأحيانا للإسبوع القادم هاخد أيضا الإسبوع القادم أتكلم عن نفس الموضوع هذه الحلقة النهاردة هتكلم فيها عن الإعتراضات أو خلينا أقول الإسلوب الذي يتبع المسلمين في الإعتراض على أزلية المسيح وعلى أن المسيح هو كلمة الله الأزلي المساوي للآب في الجوهر والإسبوع القادم بإذن الرب هتكلم عن أصل كلمة الكلمة من أتا هل هي مأخوذة من الفلسفات اليونانية أم أن يحنى مرجعه الأساسي مرجع يهودي وكيف أن كلمة دابار وكلمة ممرة دابار بالعبري وممرة بالأرامية هما المصدر الذي كون فكر يحنى عن الكلمة الأزلي لكن خلوني أبدأ من أن أحط الآية قدام حضراتكم في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان منهجية المسلم في الطعن في هذا النص أو في لهوت المسيح والمرتبط بهذا النص بالأخص يحنى واحد واحد هناك منهجية يتبعها المسلم إذا قدرنا نفهم هذه المنهجية نقدر نرد عليها جزء جزء هذه المنهجية تتلخص في أربع أمور أول أمر أنه يطعن في كاتب إنجيل يوحنى فيقولك إن إنجيل يوحنى مش يوحنى هو الكاتب وإن الكاتب مجهول وإن إحنا لا نعرف من الكاتب وإن الإنجيل كتب متأخرا وإن إلى آخر الكلام الاستوانة المشروخة اللي بنسمعها منهم باستمرار كويس وهنا أنا يعني من سوء حظ الدكتور منقذ إنواءات كتيرة بيقتبس كتب أنا أعرفها جيدا وأعرف كاتبها وأعرف الفكر بتاع الكاتب بتاعها فهنتكلم عن الجزء ده أطعن في كاتب إنجيل يوحنى المنهاجية التانية أطعن في مقدمة الإنجيل هو بعدما يطعن في الإنجيل والكاتب بتاع الإنجيل يقولك المقدمة المقدمة دي أساسا مش جزء من الإنجيل المقدمة دي يأما كانت لوحدها موجودة ويوحنى خدها وأضفها يأما أنها أضيفت لاحقا على إنجيل يوحنى لكنها ليست جزء أصيل من الإنجيل وأن نرد على هذا الجزء أيضا المنهاجية التالتة لو الكلمة الكلمة أو اللوجوس ده أساسا مقتبس من الفكر اليوناني الوثني وخلوا بالكوه لازم يأكد على الوثني علشان يعني هي دي الطريقة اللي بيطعن فيها في الإيمان المسيحي أن هذا اللوجوس أو يوحنى أو كاتب إنجيل يوحنى اقتبس هذا الفكر اللوجوس كويس من الفكر اليوناني الوثني علشان يقولك أن المسيحية مقتبسة من الأفكار الوثنية وأنا نرد على هذا الجزء وبعدين الجزء الرابع أنه يطعن فيه التركيب اللغوي وكان الكلمة إلها لأنه مفهاش أداة التعريف أم وكان الكلمة الله حتى لو مفهاش أداة التعريف كويس يعني إذا قدرنا نغطي الأربع نوع الدول النهاردة يبقى إنجاز كبير جدا والحلقة اللي جاية هتكلم عن الأصل للكلمة في فكر يوحنى وإزاي أتى من العهد القديم طيب أجي إلى الفيديو الأولاني في الفيديو الأولاني هنسمع فيه الدكتور منقز السقار وهو بيطعن فيه كاتب إنجليو حنم هو لازم يبدأ قبل ما يبدأ يطعن في الآية لازم يطعن فيه الكتاب ككل كويس فهي تعلينا الدكتور منقز فيه الكتاب وبعدين أرجع أرد عليه ما رأيكم بشهادة قسيس؟ أيوة قسيس أرثوذوكسي سواني 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 يقول أوكي هو أولا ليس السيس أرثوذوكسي أشعر بس نحط النقاط الحروف هو بيقتبس من الدكتور القس فهيم عزيز من كتاب المدخل إلى العهد الجديد كويس أو المعلومة مضروبة نسمع اللي بيقولوا ما رأيكم بشهادة قسيس؟ قسيس أرثوذوكسي القس فهيم عزيز يقول من هو كاتب الإنجيل؟ أيوة من هو الذي كتب إنجيل يوحنى؟ هذا السؤال صعب هذا السؤال صعب والجواب عليه يتطلب دراسة واسعة غالبا ما تنتهي بالعبارة لا يعلم إلا الله وحده من الذي كتب هذا الإنجيل لكن هناك ملاحظة أخر أن يوحنى لم يكتب هذا الكتاب اللي هو الفصل الأخير ولا بد أن شخصا آخر غيره هو الذي خلينا وقفين كده خلي الشاشة كده من فضلك خلوا بالكو المخططه هو من فوق كويس وبعدين المعامل عليه هايلايت بالأصفر من تحت لو رحنا لكتاب الدكتور فهيم عزيز وأنا حظك السيء إنه معي الكتاب كويس لو رحنا إلى كتاب الدكتور فهيم عزيز ويا سيدي في حديثه عن إنجيل يوحنى أهو ده الفصل اللي فيه بيتكلم عن إنجيل يوحنى وأنا خلي بس الجزء الآي والأخير ده بيقول في البداية ولكن من هو الذي كتب إنجيل يوحنى هذا السؤال صعب والجواب عليه يتطلب دراسة واسعة غالبا ما تنتهي بالعبارة لا يعلم إلا الله وحده من الذي كتب هذا الإنجيل أولا دكتور يوحنى سوري الدكتور فهيم عزيز ده أستاذ أكاديمي ورجل يعني بتاع أكاديميا كويس فدائما يحترم الرأي والرأي الآخر ويحط قدام القارئ والدارس الرأي على أن يوحنى هو الكاتب والتعديد له والرأي على أن يوحنى أو المعترضين على أن يوحنى هو الكاتب هذا الفكر طبعا ما يعرفوش الدكتور مونكس ولا يعرفو المسلمين ما يعرفوش يقول الفكر والفكر الأخر الحتة المحطتها بالأصفر دي قبلها على طول يول فالرأي آخر البراجراف الأولاني فالرأي قد انقسم على وجه العموم إلى قسمين اللي هي مش مخططها آخر عبارة في الفقرة الأولانية اللي مش عمل لها هايلايت الدكتور مونكس وبعدين الجزء اللي بعديه القسم الأول يقول أن يوحنى الرسول الذي كان تلميزة للمسيح مع أخيه يعقوب ابني الزبدي هو الذي كتب إنجيل يوحنى هو طبعا ما عملهوش هايلايت وما قالش العبارة دي خالص راح على إيه؟ راح على الرأي الثاني والقسم الثاني القسم الثاني من يعني النقاط العلماء اللي بيقولوا أن يوحنى مش هو الكاد هو أن يوحنى لم يكتب هذا الإنجيل ولابد أن شخصا آخر غيره هو الذي كتبه عملي هنا دي اسمها عدم أمانة علمية واحد هدفه إن يقدم معلومة غير كاملة ونص الحق كذب يا دكتور منقص إنك تقدم نص الحقيقة ده اسمه كذب كان من الأفضل لك إنك تقرأ كل الفقرة وتقول إنه زي ما هو كاتف في كتابه أن هناك قسمان أو رأيان الرأي الأولاني الذي أنت لم تشر إليه في المقدمة نهائي وموجود قدامك على الشاشة أهو موجود الفقرة اللي أنت مش حاطت عليها هايلايت أن هذا القسم الأول يقول أن يوحنى تلميذ المسيح أخو يعقوب أبني زبدي هو كاتب إنجيل يوحنى ليه ما ذكرتش الجزء ده لكن نطيت نطيت ها ورحت إلى الرأي الآخر الذي يقول أن الكاتب ليس هو إنجيل يوحنى أنا بس أوريكو أنه هو سيلكتف بيعمل إيه؟ بيختار اللي على مزاجه بيختار اللي على مزاجه بس لكن ليست هناك أكاديمية وليست هناك أمانة علمية في السرد وليست هناك مصداقية في السرد أنت أول ما تسمع الكلام ده على طول يبقى الدكتور فهيم عزيز بيقولك أنه ما نعرفش مين كاتب إنجيل يوحنى مع أنه لو أريد كل الفصل بتاعه أتوصل في النهاية وأنا أوريكم أنه الدكتور فهيم عزيز إزاي بيسرد كعالم كباحث كأكاديمي كشخص محترم بيحترم الفكر والفكر الآخر كويس؟ نكمل الفيديو تابد أن شخصا آخر غيره هو الذي كتبه لكن من هو الذي كتب إنجيل يوحنى؟ هذا السؤال صعب والجواب عليه يتطلب دراسة وغالبا ما تنتهي بعضارك لا يعلم إلا الله وحده من الذي كتب هذا الإنجيل عارفين لما لما الواحد يقول أنه أو زي من ربي يسوع عليه كل المجد قال لك يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه منقذ السقار تعلم من أحمد دي دات الغش والتزوير في المعلومات كويس وطبعا المعلم الكبير يعني ليهم وبعدين تلميذ منقذ السقار سبيان بتوعه تانين تعلمهم من منقذ السقار نفس الفكر اللي بيقتبسوا منقذ هما بيقتبسوا دون فاكل دون رجوع دون إقراية دايما يقول لك اقرى القرينة كلها لو أنت لو أنت عايز تبقى أمين مع شيء اقرى كله خد فكرة عامة عن كله طيب أنا حرجع أكمل مع الدكتور فهيم عزيز بس أخذ الأول مدخلة الأخ في ريال ألو ألو أخ أشرف سلام نعمة المسيح معاك سلام ونعمة أهلا بيك أخي في ريال الله يخيره وأنا قبل ما أقول مداخلتي أخ أشرف فعلا الرب يحفظك عن لما حضرتك ذكرت أن اليهود ليش اللي الآن يعتبروا يعني ما يؤمنوا بأن يسوع هو المسيح فأنا الحقيقة كنت أعرف بس نقطة واحدة أنه كانوا يعتبرونه يسوع له كل المجد ملك سياسي جاي يخلص من حكم الرومان وليس ملك طبعا سماوي ملك الإنسان القلب يخلص من الخطيئة كنت عرف هذا السبب لكن لما اسمعت حضرتك الرب يباركك وخبرت أيضا أخوات المؤمنات أنه لما أشرفت إلى إشعية إدعي الستة وأربعة أربعة فالرب يباركك اتعلنته لفسير منك شكرا لك ويحفظك الرب أما عن منقذ السقار حقيقة أنا أشفخ على هذا الرجل وبنفس الوقت مع احترامي لشخصه أضحك على آراءه وطعنه بالكتاب المقدس والإيمان المسيحي هو فعلا شيخ الكذابين وأكبر تلميذ وأفضل تلميذ لأحمد جيدات وغيره من الشيوخ الكذابين وفعلا مثل ما قال الرب يسوع المسيح أعمى يقول أعمى والإثنين يقعون بالحفرة فهو هذا منقذ السقار يحتاج إلى منقذ حقيقة يحتاج إلى مخلص لأنه ما فرض يوم قال جملة مفيدة عن الإيمان المسيحي أو الكتاب المقدس وهي صحيحة وصادقة كله كذب في كذب والشيء المضحك واللي أيضا أقول أشفقت عليه الحلقة الماضية يا أخي يا أخي العزيز دكتور أشرف لما الفيديو قال إنهم الأطفال يمام عمدين رح يروحون إلى جهنم فما استشهد مثل ما حضرتك ذكرت بآية وحدة من الكتاب المقدس كله العادي القديم والجديد بآية العلماء حتى العلماء منه العلماء وهي قبل يعني أعمي وماشي ما يعرف طريقه وين فأنا أريد أقول لك إحنا إلهنا محبة الله محبة لا إله منتقم ولا مظل ولا معكر وأريد أطمنك حتى الأطفال المسلمين الأطفال إذا ماتوا رح يروحون للسماء عدل رب يسوع المسيح ومثل ما مكتوب مثل ما قال هو له كل المجدع والأولاد يأتون إلي ولا تمنعونهم شكرا لأن مثل هؤلاء ملكوت الله شكرا لكن أنت أنت أحسن شي تشفق على روحك أنت روح ابكي على حالك أحسن ما تشفق على الأطفال اشفق على روحك وابكي على روحك وعلى خلاصك شوف أنت نهايتك وين راح تكون هي هاي المشكلة ففكر بأبديتك وفكر بخلاصك وعيب الكذب أنه الحياة الأبدية جميع الكذابين لا يرسون الحياة الأبدية مصيرهم جهنم ومئس المصير وأتمنى أتمنى يا رب أن المسيح يفتح قلبك ويفنك وينور قلبك حتى تنالي الحياة الأبدية إحنا هذا اللي نريده وهذا صلاة إلك والرب يرحمك الشرك أخ أشرف والرب يباركك شكرا لك شكرا لك أخت فريال خلونا بقى ناخد جولة في كتاب الدكتور فهيم عزيز بسرعة في الجزء ده وكأنه هو قدم لنا على طول قدم لنا أنه الدكتور فهيم عزيز بيطعن في أنه الكاتب هو يحنى شوفه الدكتور فهيم عزيز ما قلت شخص أكاديمي شخص الأكاديمي عنده مبادئ عنده أسس لما يحب يقدم المعلومة يعني يعني أي واحد يشتغل في التدريس أي واحد وصل إلى إلى مستوى تعليم في جامعات يعرف جيدا أنه من الأمانة العلمية من الأمانة العلمية أنه حتى لو الرأي الآخر أنت غير موافق عليه أنه أنت تسرده وممكن تقول أنا بعترض عليه الواحد اثنين ثلاثة اربعة كويس ده 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 اللي احنا تعلمناه في الجامعات وده اللي احنا بنعمله كويس فلما يجي هنا عند عند إنجيل يوحن هو قالك من البداية قالك لو أنا جمعت الرأيين دول أنا يبقى مش هعرف مين اللي كتب بس أنا هقدم لك الرأي الأولين اللي بيقول أن يوحن هو الكاتب وهذا الرأيي الأول الذي يقول أن يوحنه هو الكاتب مستند على نوعين من الأدلة والبرهين حاجة بيسميها أدلة خارجية اللي هي كتابات الأباء اللي معروفة اللي ذكروا لينا من القرن التاني أن يوحنه هو الكاتب أما الأدلة الداخلية اللي هي بنقدر نطلعها من الإنجيل نفسه فذكر لينا الدكتور حنة جرج حقس دكتور فاهيم عزيز سوري أنا الدكتور حنة جرجس لأنه كان قبل كده نايشنا برضو أساء اقتباس من الدكتور حنة جرجس الخضري فالدكتور فاهيم عزيز قال إيه قال هناك الشهادة الداخلية في صفحة 547 طبعا دكتور منقز ما يجيبش الحاجات دي هناك خمس براهيم بيؤكد شهادة داخلية على أن حنة هو الكاتب أول حاجة أن الكاتب كان يهوديا وذلك يتضح من معرفته الوثيقة بالأعياد اليهودية والمواسم السنوية لهم كما يتضح من حوادث كثيرة نذكر القليل منها أنه يعرف عوائد الأفراح والزواج عند وصفه لعرسقان الجليل يعرف أن اليوم الأخير من عيد المزال يدعى اليوم العظيم وهي الثانيا يبقى شخص يهودي مش بس يهودي لابد أن يكون شخص فلسطيني وذلك لأنه يعرف جغرافيا اليهودية جيدا جدا فهو يعرف فين نون مياه كثيرة كان يحنى يعمد وأنه أيضا كان يسوع يمر على السامير في ذهابه إلى الجليل ويعرف أن بركة بيت حزدة عند باب الضأن في أرشاليم وأن بيت عنيا قريبة من أرشاليم بحوالي خمسة شهر غلوة يعني يعرف الجغرافيا جيدا حاجة ثالثة لابن جيدها في إنجيل يحنى وغالبا أنه كان من سكان أرشاليم أو أن له في أرشاليم صدقات كثيرة فهو معروف عند بيت رئيس الكهنة وكان يعرف تلاميذ يسوع وكان الكاتب شاهد عيان يصف الأمور والحوادث وصفا دقيقا كويس والبرهان الرابع الخامس بل كان تلميزا للمسيح وهو يحنى بن زبدي صفحة خمسمية تسعة واربعين في البارغراف الأولاني بل كان تلميزا للمسيح وهو يحنى بن زبدي طيب إيه بقى التلخيص بتاعه تلخيص بتاعه حطه في نهاية النقاش لما أقدم الفكر والفكر الآخر قال هذا هو الموقف باختصار كامل ويمكننا أن نلخصه في الآتي خلوا بالكم التلخيص اللي أنا مهم لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نفصل بين يحنى الرسول وبين هذا الكتاب لا يمكننا لا يمكننا يا دكتور منقذ أن نفصل بأي حال بين يحنى تلميز المسيح وبين إنجيل يحنى ليه ما قلتهاش ليه ما قلتهاش يا دكتور منقذ عارف ليه لأنه غردك حاجة واحدة بس الطعن في المصداقية فبتدور على ما يخدم أغرادك مش أمانة علمية ولا بحث ولا تطقيق ولا أنك تقدم الحق كما هو موجود لا 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 أنت ليه غرد واحد غردك أنك تطعن في لهوت المسيح وطريقة أنك تطعن في لهوت المسيح أنك تطعن في إنجيل يوحان دي أول نقط فأنا طلعت حضرتك قدام المشاهدين أنك لا باحث ولا أكاديمي ولا أمين في بحثك ولا مضقق فيما تقدمه وبتوقع نفسك في دحديرة وراء دحديرة بتطلع من حفرة بتقع في دحديرة زي ما عملت مع الدكتور حنة جرجس الخضري بتعمل أيضا مع الدكتور فهيم عزيز وغيره من الكتب وغيره من الكتب يبقى أول خطوة في المنهجية بتاعت الدكتور منقذ أنه يطعن في لهوت المسيح شفناها شفناها أنها مبنية على كذبة أو مبنية على ما هي زي ما نقول نص الحق كذب لكن إذا كان الكذب مبرر لنصرة الإسلام فلا يضع كذبا بل يدعوه زكاءا ومكرا وخبثا كل ده طيب يبقى تطعني في كاتب إنجيل يحنى نحطه إيه على جنب نيجي للنقطة التانية قال لك إيه بقى قال لك أصله المقدمة اللي هي بتاعت إنجيل يحنى بسمها مال برولوج مقدمة الإنجيل اللي هي من عدد واحد إلى عدد تمنتاشر نجيل يحنى أصحح واحد من آية واحد العدد إلى آية تمنتاشر قال لك المقدمة دي البعض بيقول إنها مش من الإنجيل مش جزء من الإنجيل إما إنها كانت موجودة سابقا ويحنى خدها كويس إما أنها أضيفت إضافة متأخرة على الإنجيل فالفيديو التاني بيقول لنا فيه الكلام دوان طبعا وبيقول لنا إنه هذه ليست جزء من الإنجيل وأنها ليس لها علاقة بالإنجيل وليس يحنى هو كاتب هذه المقدمة نسمع الفيديو رقم اثنين نبدأ بكتاب دير مار جيرجيس وهو يشرح لنا شيئا عن هذه المقدمة يقول حتى أن بعض علماء الكتاب يرجحون أن مقدمة إنجيل يوحنى كانت في الأصل نشيدا يرنمه المسيحيون في احتفالاتهم الدينية فأدخله يوحنى في إنجيله هذا لم يأتي من السماء هذا عبارة عن نشيد كانوا ينشدوه في الاحتفالات الدينية ثم رأى يوحنى نفسه رأى يوحنى نفسه إنه والله هذا الكلام جميل مناسب هذه القصيدة الثمانتاشر بيت هذه المقدمة أن نضعها في مقدمة الإنجيل طبعا هو بيألف الجزء الباقي يعني أولا أولا لما تقتبس حد كلامه ليس وحي علمونا كده في البحث العلمي إن كل فكرة انقضها واسأل الكاتب اللي كاتبها بنيها على أي أساس هل هناك أدلة بتقول كده هل هناك براهين بتؤكد القول ده ما مش أي حاجة تتكتب تتقال وتتصدق وإلا يعني واحد يبقى محمول بكل ريح تعليم حتى الكتاب اللي انت اقتبست منه ما بصدش هو جاب الفكرة دي منين ما بصدش طب مصدره إيه ما بصدش طب هو التاريخ بيأكد ده ولا ما بيأكدش ده طب على أي أساس بنيت هذه الفكرة فكرة علشان ما لخبطش المشاهدين أنا هلخصها كويس في بعض النصوص في الكتاب المعدس تبدو على أنها ترنيمة تبدو على أنها ترنيمة أو تبدو على أنها مكتوبة بأسلوب شعري فلأنها مكتوبة بأسلوب شعري فبيقولك أن دي كانت ترنيمة بترنم ده مين اللي بيقول اللي بيفسر طب على أي أساس بيقول بيقول على أساس ممكن اللغة طب هل عنده براهين أنها كانت موجودة قبل الكتابة ما عندهوش هل عندنا نص قديم بيقول أنه دي الترنيمة دي كانت موجودة قبلك إنجيل يوحنى ما عندناش هو بيقولك أنه لما بعض لما بيقرأ إنجيل يوحنى وبيجد أن الجزء ده هو أدقيل جزء ده مترابط من الناحية اللغوية ومن الناحية الشعرية مع أنه على فكرة أي دارس حقيقي للنص ده هيعرف أنه ميكس ما بين النصر النصر والشعر وليس بس الشعر كويس فده خل البعض يقول أنه دي كانت ترنيمة للدرجة أنه البعض قال أنه دي الترنيمة دي كان كتبها يوحنى يوحنى نفسه هو اللي كاتب الترنيمة دي والكنيسة كانت بترنمها ولما كتب الإنجيل حطاها في الإنجيل ده رأي أنا لا أؤمن بهذا الرأي ولا أرى له مصداقية ولا يوجد له دليل ولا سند يعدده لا تاريخيا ولا نصيا ولا أي حاجة وعش كده يا دكتور منقز أنا هقرى لك اللي قاله الدكتور فهيم عزيز بس قبل ما أقرى لك اللي قاله الدكتور فهيم عزيز هسمع الفيديو التاني أو التالت في الترتيب يعني اللي أنت بتأكد فيه أنه النص دو بحسب أيضا بعض العلماء أنه إضافة لاحقة على إنجيل يوحنى فنسمع الفيديو رقم ثلاثة قبل ما أبدأ أرد على الجزء ده من لكن هل بالفعل يوحنى هو من كتب هذه المقدمة أوكي روبرت فورتن يقول لقد تم اقتراح أن المقدمة ليست من عمل الإنجيل الرابع وهناك قول آخر بأنها ليست من عمل الإنجيل الرابع هذا خيار هذا الخيار الأول أنها لم تكن على بال مؤلف الإنجيل وهو يكتب الإنجيل لكن بعد أن انتهى من الإنجيل وسمع الأناشيد اللي كانوا يقوله المسيحيون وجد أنه من المناسب أن يضعف وضعها يوحنى وإما أنها إضافة لاحقة أنا عايزة أوريكم إزاي الدكتور المنقذ بيعمل بحثه هو بيعمل بحثه من ناحية واحدة بس بيقرأ في اتجاه واحد بيقرأ في اتجاه واحد وبياخد العبارة اللي تناسب فكره وطعنه في الكتاب مقدس بما أنك أنت اقتبس من الدكتور فاهيم عزيز فأنا هقتبس من الدكتور فاهيم عزيز كويس الدكتور فاهيم عزيز يا دكتور المنقذ بيقول لنا في صفحة 582 582 ظن بعض المفسرين ظن بعض المفسرين أن هذه المقدمة هي جزء منفصل عن الإنجيل ظن هل عندهم تأكيد؟ عندهم مش تأكيد they assume لكن من غير تأكيد لكن الحقيقة ده الدكتور فاهيم عزيز بيقول لكن الحقيقة غير ذلك أقولها مرة تانية دكتور منقذ بيقول لك الحقيقة غير اللي انت بتقوله فهذه المقدمة هي الموضوع الرئيسي للإنجيل مقدمة هي الموضوع الرئيسي للإنجيل بل هي الملخص الوافي للإنجيل وبقية الإنجيل شرح مفصل لهذه المقدمة فإذا أخذنا الأعداد من 6 إلى 13 فإننا نجد أن الكاتب ينظر إلى إنجيل المخلص الذي تجسد في حياته وعمله فالنور الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم إنه الذي كون العالم وخلقه مع إن العالم لم يعرفه وعندما جاء إلى خاصتي لم يقبله الذين كانوا له وكان المفروضا أن يقبلوه زد على ذلك ده أنا بكلم بقرأ من مين بقرأ من عند الدكتور فهيم عزيز زد على ذلك صفحة 583 يريد تطلعها دكتور مونكس وتقرأ معايا يعني زد على ذلك فإن هذه المقدمة تحتوي على مفاتيح الإنجيل كله ففيها كل الاستلاحات الرئيسية التي جرى شرحها فيه النور الحياة الحق النعمة الولادة الجديدة فإذا قرأنا الإنجيل نجد أن يسوع هو نر العالم هو خبز الحياة بل هو الحياة وهكذا فمع أن هذه المقدمة لم تكرر ولكنها تحتوي على كل الإنجيل كل إنجيل يحنى يعني لا يمكن أبدا النفس للمقدمة عن الإنجيل ولا يمكن أبدا لأي دارس فاهم لإنجيل يحنى إنه يقول المقدمة دي إضافة أو المقدمة دي حاجة منفصلة عن الإنجيل ده من صاحبك حبيبك دكتور فاهم عزيز اللي بيقول كده طبعا حضرتك ما قريتش الجزء ده لأنه ما همكش مع أنه في نفس الفصل اللي بتكلم فيه عن إنجيل يحنى شوف في ما نعرى الإنجيل يحنى لا يمكن أبدا النفس لعدد واحد وثمانتاشر من بقية الإنجيل لأنه زي ما احنا دايما نقول أن الأصححات الأولى الأصححات الأولى من سفر التكوين واحد واثنين وثلاثة تحتوي على بذار العقيدة المسيحية في كل كتاب مقدس الله الخل الإنسان الخلاص السقوط القطية بذار العقيدة المسيحية نجدها في تكوين واحد وثلاثة لما نقرأ إنجيل يحنى بذار الإنجيل كله موجودة في المقدمة بعد كده هيورينا يعني لما يقول أن والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه يكلمني بعد كده عن المسيح نور العالم لما يكلمني عن إلى خاصاته جاء وخاصاته لم يقبله يوريني إلى أي مدى هذه الخاصية لم تقبل المسيح فهو في المقدمة بيحط لي كل الملخص اللي هيشرحه فيه ما بعد في الإنجيل فالكاتب كاتب واحد ترتبط مقدمة الإنجيل بالإنجيل كله فلا يمكن أن تنفصل عن الإنجيل لأنها تحتوي على أهم المصطلحات والمفاهيم التي يقدمها يوحنا ويشرحها في الإنجيل يقول إيدوين بلوم في تفسيره لإنجيل يوحنا في سلسلة التفسير The Bible Knowledge Commentary قال هذه في المقدمة تحتوي المقدمة على العديد من الموضوعات الرئيسية للإنجيل والتي أعيد تقديمها فيما بعد وتطويرها بشكل كامل تشمل المصطلحات الأساسية الحياة النور الظلمة شاهد الحق العالم الإبن الآب المجد الحق كل هذه وده هو يورينا قدين يوحنا في المقدمة حطلنا الفاونديشن الأساس اللي هيبنى عليه بقية الإنجيل اقتباس آخر من C.K. Barrett وده في تفسيره لإنجيل يوحنا The Gospel According to John وده التفسير ده An Introduction with a Commentary and Notes on the Greek Text تفسير وشرح مبني على أساس النص اليوناني الإنجيل يوحنا قال لنا إيه في اللي نحط لك الصفحة هنا في صفحة 156 قال إن يوحنا قصد أن يقرأ كل إنجيله في ضوء الآية الأولى إيه ده يعني في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله دي الآية اللي يوحنا حطها عشان كل الإنجيل فيما بعد يقرأ في ضوء هذه الآية وبعدين قال لنا فأعمال يسوع لأن أنت عارف أفترض يعني لأن أنت عارف إن إنجيل يوحنا يحتوي على قسمين الأعمال والأقوال من 1 إلى 12 ومن 13 إلى الآخر كمس فالمعجزات كلها ترصت في الجزء الأولاني والتعليم وحديثه مع التلاميذ وقبل رحيله تحطت في الجزء الثاني فأعمال يسوع شكذا به يشاور إلى الجزء الأولان فأعمال يسوع وكلماته هي نفسها أعمال الله وكلماته إذا لم يكن هذا حق يكون كل الكتاب محض تجديف يعني لو فعلا الآية الأولى في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله إذا لم تكن هذه الآية حق يكون كل ما كتب في إنجيل يحنى تجديف عرفتوا بقى دكتور منقز لي المقدمة جزء أصيل من الإنجيل جزء أصيل من الإنجيل قد نشوفنا أول حاجة أنه طعنه في إنجيل يحنى والكاتب طلع فاشنك سعنوا في إن المقدمة ليست جزء من الإنجيل برضو ما لهوش سند نروح للجزء الثالث كويس في منهجية المسلم في الطعن في لهوة المسيح بالمرتبط بإنجيل يحنى قال لك إيبا قال لك ماشي النقطة الأولانية فشلت النقطة التانية فشلت بس إيه بقى أجيب لكم نقطة جديدة أنا أفكر زي الدكتور منقز اللي هي إيه بقى قال لك حتى لو يحنى هو الكاتب وحتى لو المقدمة جزء من الإنجيل بس يحنى جاب فكرة الكلمة من الفلسفة اليونانية الوثنية نشوف الفيديو اللي بتكلم فيه عن الفكر اليوناني الفيديو رقم أربعة اللوجس من الفكر اليوناني الوثني ونرجع نعلق على الدكتور منقز من الفكر اليوناني الوثنية أيوة لنبدأ بما يقول القس الدكتور فهيم عزيز أيوة يقول المثال الواضح جدا في استخدام كتاب العهد الجديد للأفكار اليونانية لتوصيل الرسالة المسيحية أيوة هو ما جاء في مقدمة إنجيل يوحنى حينما استخدم كثيرا من المصطلحات الفلسفية اليونانية مثل الكلمة من فين هذي أتوا بها؟ أتوا بها من الفكر اليوناني الوثني وهو تعبير مشهور عند الفلاسفة وأشهرهم في لوأ اليهودي الإسكندراني في لوأة؟ إذن أتوا بها هذا من فين؟ من لوأ اليهودي ده أتوا بها من عند الوثنيين أوكي ممكن آخر جزء كده بس تخليه على الشاشة لو نقدر الاقتباس بتاعه ده الأخير آه آه بايس طبعا لو قريته الجزء ده كله مش موجودة كلمة الوثني يعني كلمة الوثني دي إضافة من عنده هو يعني ما قالش الفكر الفلسفي اليوناني لا 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 لازم يحط الوثني that's the flavor كويس التواب التواب التحبيشة التوابل اللي بيحطها علشان يسمم بيها الأفكار فهو هو عايز يربط عايز يربط لهوت المسيح بالوثنية ده كل فكره مع أنه الدكتور يعني فهيم عزيز ما كتبش الوثني هنا وبعدين مش ده كلامي دكتور فهيم عزيز ده هو بينائش الموضوع أنا هقولكم من كتاب فهيم عزيز الملخص صدقوني الملخص يعني اللي وصل إليه الدكتور فهيم عزيز بعيد كل البعد عن المقدمة ده مقدمة زي ما قلت واحد أكاديمي بيكتب باحترام لكن هنعمل ايه يعني شوفوا اللي قاله الدكتور فهيم عزيز وأنا يا دكتور منكز هقرالك من صفحة خمسمية وسبعين وصفحة خمسمية وتمانين وخمسمية سوري سبعين وواحد وسبعين واثنين وسبعين كايز هو بينائش الفكر فيلو أو فيلو فيلسوف اليهودي الإسكندراني المعروف اللي كان موجود في يعني القرن قبل الميلاد واشتارت فلسفته في إسكندرية ده فيلسوف يهودي ده عمال فيلسوف اليهودي مش وزني اليهودية ليست وزنية بالنسبة لفيلو الفيلسوف اليهودي هو أراد أن يفسر أراد أن يفسر إيمان اليهودي في ضوء الفلسفة اليونانية في ضوء الفلسفة اليونانية أراد أن يفسر الإيمان اليهودي فأبل ما أكمل جزء ده في مداخلة أخذها من الأخ خضر من العراء وأرجع أكمل مع حضراتكم أهلو أهلو سهلا أهلان وسهلا أخ خضر كيفك نشكر رو دكتور ممكن أدلوا بدروي كمان بالأخ اتفضل الصوت واضح دكتور دلوقتي واضح دلوقتي أفضل دكتور منقذ السلام المسيح معكم واضح الله أيوة واضح تفضل رح رد رح رد كما رد المسيح على بولوس لما كان شاؤل صعب عليك أن ترفس مناخس أيوة هو الشغلات اللي عنده موجودة نفس خدمة اللي يشير شبهة عن حاله بيحطها على أنجوحنا مثلا القرآن عم بيقولوا أن القرآن هو اللي كتب في عهد عثمان ومع العالم حتى بالقرآن يوجد وإله سبع قراءات وعشر قراءات فيه مثلا قراءة سوهد كلهم عم يعترفوا أنه ما هو القرآن اللي كتب في عهد عثمان يسقطوا على أنجيل يوحنا الشغل التالي مثلا سورة الأسراء إذا أردت سورة الأسراء المقدمة هو متعلق على المقدمة تبع أن المقدمة معنى من أنجيل يوحنا لأنه هذا الشغل هو شورة الأسراء إذا أردت الآية الهولة اللي هي المقدمة لستحكي عن أسراء أو معراج بشكل واضح أن هي محطوطة ومن أصل السورة في القرآن لأن القرآن كتب بشكل سجع بتلاقي هذا السجع موجود بكل الآيات غير المتعلق بالنسبة لل الخط الخط شوية الخط شوية فيه تقطيع يا أخي خدر واضح ها ها كده واضح يعني بس كان فيه شوية تقطيع حكي بس بدي أعلق عن النقطة التالي تفضل النقطة التالي كلمة الله إذا يجينا على الإسلام بدنا نلاقيها جاية من الوسانية اللي هي اللعبات لدينا بدنا نلاقيها جاية من الموضوع تواضح لأن لأن تلت النقطة الرابعة ممكن أنت بدل مني توضح الموضوع شكرا 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 لك شكرا لك وعلى اتصالك كويس نيجي 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 لي نيجي لي كلام فهم عزيز عن اللوغوس بيقول ايه ويعتقد فايله أن اللوغوس يعني أمرين صفحة 571 كويس الفكرة الأولى الأمر الأولاني أنها الفكرة أو الخطة التي في عقل الله أما المعنى الثاني الكلمة التي ينطق الله فتخرج منه وتعبر عنهم التي بيها كل الأشياء ومن الطبيعي أن يجد فايل سندا لعقيدته هذه في العهد القديم كفكرة الحكمة مثلا في سفر الأمثال وأصحاح 8 طيب اللي قاله يحنى عن اللوجوس لا يتماشى مع الفكر اليوناني ولا يتماشى مع الفكر اليهودي اللي قاله يحنى لا اليوناني يقبلوا عن اللوجوس ولا اليهودي يقبلوا عن اللوجوس وده اللي قاله الدكتور فاهم عزيز شوفوا الجزء ده لأنه مهم جدا هذه بعض ملامح الفلسفة اليونانية والهلينية وفايلو فهل كان القديس يحنى متأثرا بها هل تأثر بفلسفة أفلاتون وهل تأثر بالرواقية وهل تأثر بفيلو وعقيدته في اللوجوس هناك أمران يفريقان ما بين يحنى وفيلو وهما أن فيلو لا يعتقد بأن اللوجوس شخصية ولكنه فكر في عقل الله اللوجوس في فكر فيلو أو فيلو ليس شخص لكنه مجرد فكر في عقل الله يحنى قال لا ده اللوجوس شخص اللوجوس شخص مش مجرد فكرة وعش كده القديس يحنى قال والكلمة صار جسدا والكلمة صار جسدا الحاجة التانية أنه أيضا اللي فرق الرسول يحنى عن الفكر الفيلو الفيلسوف أنه مبني على الأول وهو أن الكلمة صار جسدا وهو ما لا يمكن أن يتخيله الفيلسوف اليهودي لا يمكن يحنى بيقدم حاجة مختلفة إن الشيء الذي يشترك فيه يحنى وفيلو هو أن كل منهما يرجع للعهد القديم ويستمد منه صورة تفكيره يحنى رجع للعهد القديم فلما ييجي الدكتور مونكس يقول لك أنه ويقرأ من عند كتاب الدكتور فاهم عزيز يقول لك الفلسفة اليونانية الوثنية يعني بجد تعمل فيه إيه ده يعني لو قلنا أنه غير أمين هو فعلا غير أمين هو شخص غير أمين لا يقدم أمانة فيما يقرأ أو فيما يدرس يشوه الحقائق لغرض هو يريد أن يتممه أن يطعن في لهوت المسيح طيب نيجي إلى الوقت قرب يخلص لكنه النقطة الرابعة في فلسفة الطعن في لهوت المسيح من إنجيل يوحنا اللي بتبعى الدكتور مونكس وغيره وهو ترجمة النص نفسه كيف يمكننا أن نترجم النص قبل ما تكلم عن ترجمة النص خلينا حط كام نقطة مهمة جدا لما يقول في البد كان الكلمة أنهي بد هل هو يشير إلى الخليئة كيف نفهم هذه العبارة هذه العبارة إذا أردنا أن نفهمها فهما صحيحا فهي كالآتي قبل أن يكون البدء كان الكلمة موجودا قبل أن يوجد البد مين اللي كان موجود قبل البدء الله وكلمته وروحه الله بذاته الله كلمته والله وروحه عشان كده العبارة الأولى في البد كان الكلمة هي علاقة الكلمة بالبد فالكلمة موجود قبل البدء فقبل أن يكون البدء موجودا كان الكلمة موجودا وقبل أن يكون الخلق والكون المادي كان الكلمة دائما الوجود فهو الكائن والذي كان والذي يأتي أي الكائن دائما ومن هو الكائن الكائن دائما من غير شخص الله نقطة تانية والمهمة ما هي علاقة الكلمة بالله لم يقول في البدء كان الكلمة قدم لي علاقة الكلمة بالبد وبعدين والكلمة كان عند الله إن كلمة الله هي تعبير الله عن نفسه بالأخص في الخلق والإعلان والخلاص فمع أن رسول يحنى استخدم الكلمة أو لفظ اللوجوس إلا أن فكره عن الكلمة لم يكن منبعه الفلسفة اليونانية بل العهد القديم وده أنا أشوفه في الحلقة اللي جاية سواء من الترجوم وكتابات المعلمين اليهود قبل المسيح وإزاي رأوا أن دبر بالعبريق أو ممرا بالأرامي كويس وكلمة الله الخالق الفادي الشافي إلى آخر هذه الأجزاء عند يحنى ليس مجرد كلمة منطوقة نابعة من عقل لمفكر بل هو شخص نعم هو شخص المسيح الأزلي الذي صار جسدا إن الكلمة ليس مجرد كلمة منطوقة ولا مجرد عقل كأن الآب يفكر به بل هو شخص حي له حضور وغير منفصل حاجة تالتة ودي اللي هتكلم عنها أيضا باستفادة الحلقة اللي جاية الوحدة بين الكلمة والله وكان الكلمة الله العلاقة الأزلية الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وهنا يجي بقى الدكتور منكز وغيره من فلاسفة العصر بعد أن فهم لأي أسس في اللغة اليونانية يقول لك لأ وكان الكلمة إله وليس الله وينبغي أن تترجم إله وأن كلمة إله استخدمت لتشير إلى البشر واستخدمت تشير إلى الشيطان وبالتالي المسيح ليس هو الله هو زي ما تقول كده ممكن نقول عليه سيد يعني ويأتوا بالأريوسية القديمة والتي في ثوبها الجديد شهود يهوى ويقول أن ترجمة هذا النص ينبغي أن تكون وكان الكلمة إله وليس وكان الكلمة الله أنا هاخد الجزء ده باستفادة باستفادة كبيرة جدا في الحلقة اللي جاية كويس؟ وأنا بتكلم عن أساس 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 الفكر يحنى عن اللوجوس أو الكلمة فأنا يعني عندي كذا حاجة عنه كنت نفسي كافين الوقت لكن أنا مش عايز أقول حاجة وأطعها وما تكونش غير كاملة لكن أنا عايز أخلي الفكرة دي كاملة وأنا إشها بالتفاصيل بتاعتها والإعتراضات اللي بيقدموها وإنه هل فعلا الترجمة الحقيقية وكان الكلمة الله ولا وكان الكلمة إله ولي مترجمة وكان الكلمة الله كويس؟ لكن هلين الله خاص اللي أنا قلته؟ في الدقيقتين اللي فضلين دكتور مونكس وأتباعه بدأوا في الطعن في لهود المسيح في طعنهم في إنجيل يوحنى وكاتب إنجيل يوحنى وشفنا إنه نص الحقيقة كذب نص العمى العمى كله يعني إحنا ما عندناش في الفكر بتاعنا نص العمى أفضل من العمى كله لا نص العمى زي العمى كله وإنه إزاي بيغير في اقتباساته وإزاي بيأتي باقتباسات هو عايزها من نفس الكاتب اللي بيقول عكس كده فيما بعد كويس؟ طعنوا فيه كاتب إنجيل يوحنى طلع فاشوم كويس؟ تعنوا في إنه مقدمة إنجيل يوحنى ليس يوحنى هو الكاتب ده دي كانت ترنيمة بتتقال وهو لقيها كويسة فاخدها لزقها في الإنجيل أو الإنجيل ما كانش مكتوب بالمقدمة دي وجوم ناس بعد كده ليوا المقدمة دي مكتوبة أو بتترنم وحطوها على الإنجيل وهي ليست من إنجيل مع إنه هذه المقدمة لا يمكن بدونها أن تفهم الإنجيل وزي ما قال باريت إنه لو أرينا لو أرينا الإنجيل بدون المقدمة دي يكون ما في الإنجيل تكديف على الله بدون فهمنا أنه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله يصبح كل ما عمله يسوع وكل ما قاله يسوع في إنجيل يحنى هو تكديف لأن كل الأعمال يسوع وكل أقوال يسوع مبنية على حقيقة من هو هنكمل مع بعض نقشنا في هذا الموضوع في الإسبوع القادم فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم شكرا